اشتركوا في القناة في الثلاثين من نوفمبر عام 1967 للميلاد وظل هذا التاريخ الوطني كلمة غالية النطق وقوية الوجود بعد احتلال عاناه الوطن على مدى 129 عاماً كان قاسياً ومحتلاً غاصباً ومستبداً وجاثماً على وطننا ظل هكذا إلى أن قامت القوى الوطنية بثورة شعبية جسدت بملامح بطولية من قبل خيرة مناظله الأبطال الذين حاربوا الاحتلال وقد شهدت هذه الأرض في كثيراً من مناطقها وقراها عملية فدائية سطروا كفاحهم بشرف وسقط أنبل شهدائها لكن دماؤهم تكللت بيوم النصر الوطني في فجر الثلاثين من نوفمبر عام 1967 للميلاد كان هذا اليوم هو يوم خروج آخر جندي بريطاني من عدن الباسلة دعوة الأوطان حين أتعينك ضفاف أو قبل شمسان دعوة الأوطان حين أتعينك ضفاف أو قبل شمسان أستقف في الآن يا فؤاد المعتاب سيبك النسيان حب في القلبي رازل للقبال الشوامل حب في القلبي رازل للقبال الشوامل ليت ربت فيها وانقضالك فيها شانحان الوقع حالي عدنا إليكم مجدداً وصباح الخير علي صباح النور على صباح الخير لجميع مشاهدين لهذا اليوم في حلقة جديدة من برنامج يوم جديد إذن علي في البداية وبعد هذه الافتتاحية التي خصصناها لثلاثين من نوفمبر خلينا نستعرض فقرات حلقتنا لهذا اليوم وفي البداية بيكون معنا تقرير عن معرض الأسر المنتجة والذي أقيم في هذا الأسبوع في مدينة المكلة بالتأكيد وفي الفقرة النقاشية بيكون معنا استضافة من أجل هذا الموضوع أيضاً وبالإضافة للصدافات أخرى وموضيع شيقة يعلى وأكيد الزميل محمد بعيس بيطول علينا في الفقرة الثقافية وبيكون حديثنا عن شاعرنا الراحل عبدالعزيز المقالح وبما أنه قد بدأنا في فصل الشتاء بنكرس فقراتنا الطبية حول أمراض الشتاء والوقاية منها مع الدكتور معتز اليزيدي إذن علي خلينا نبدأ ونشوف التقرير اللي تكلمنا عنه عن الأسر المنتجة ونرجع لكم على طول المعرض في عدة أركان منهم أول شي ركن الشنط والاكسسوارات والبخور والعطور ركن الملابس الجاهزة ومنابس الخياطة ركن الترات اللي هو الخزف العشاب الشعبية العسل ركن المأكلات الشعبية الدارجة المكلوية وفيه طبعاً نركل للحلويات والمعجنات معرض يعكس مدى من الأسرة الحضرمية اتجهت لأحية الإنتاج الحضر المحلي اللي هو في الأصل لو جينا لجودته فهو ينافس الإنتاج الخارجي وفيه نوع من الإبداع وفي نفس الوقت محافظة على الهوية المجتمعية اللي تمتلنا نحن كحضار مفيفهم يعني هو أسعار مناسبة على حد دخل الشخص حقيقة اليوم نحن في إطار اهتمامات ورعاية السلطة المحلية محافظة حضرموت ممثلة بالسادة مخوت من ماضي في إطار افتتاح مركز ومعرضة للحسارة المنتهية الذي ياتي بتنفيذ من الأخوة في اتحاد نساح ضرموت إذن كان هذا تقرير عن المعرض الانتاجي للأسر المنتجة الذي يقيم في المكلة صحيح بنتحدث عن هذا الموضوع يا لا أكثر وأكثر لكن حلو أن تقامت هذه المعارض للأسر المنتجة صحيح تعزيز الدخل للأسر صحيح يعني زي ما ذكرت أنه يعني المفروض العديد من الجهات تتمنى هذه إقامة مثل هذه المعارض لأنه صراحة يعني هذه المعارض تشهد نجاح وتشهد إقبال وأيضا في دخل للأسر المنتجة ومن خلالها يقدرون يسوقون للمنتوجات والأشياء التي يعملون صارت تسوي لها يعني هوية يعني ماركة خاصة بأسم بشعار الحلو في موضوع أنه صارت الناس فهمت موضوع التسويق وطريقة التسويق بشكل حلو وصراحة فترة عن فترة تتلاقيه يتطور أكثر صحيح وأكيد بنتحدث عن هذا الموضوع وبيكون معنا في الستوديو ضيوف لكن علي قبل ما ننتقل للضيوف بنطلع فاصل وبنعود إليكم من جديد عدنا إليكم من جديد مشاهدين الأكار المشاهدي برنامج جوم جديد بفقراته المتنوعة وزي ما شفنا قبل الفاصل يا علي كان معنا تقرير عن معرض الأسر المنتجة بعض المنتجات لهذه المنتجة إذن يسرنا أن يتواجد معنا المدير التنفيذي ماجد العكبري لجمعية الصديق والأستاذ سهالة جمعان بالنصر مدير شركة الأنامل الخمسة أهلا بكم معنا أهلا بكم يا مرحبا حياتنا الله وشرفتونا ونورتونا وصراحة لما نشفنا التقرير في الشاشة صراحة يعني تمنيننا أن نكون موجودين لكن للأسف ما حضرنا لكن كنا حاضرين معنا كنتم حاضرين بإصدافتنا اليوم على هذه القناة رائعة أولا نحب أن نشكركم على هذه الاصطدافة في قناتكم الرائعة المتميزة بمحافظة حضرموت أهلا القناة الحكومية شكرا في البداية بنتحدث عن إيش هو المعرض حدثنا عن المعرض أولا بالنسبة للمعرض هذا المعرض عبارة عن معرض الأسر المنتجة طبعا بالنسبة لأسر المنتجة هي لأسر المنتجة طبعا هي عبارة عن أسر دوي دخل محدود عملت لها مشروع مشروع هذا خاص ليحقق لها الاكتفاء الذاتي طبعا المعرض هو عبارة عن برعاية ثلاث رعاية لهذا المعرض اللي هو عبارة عن جمعية الصديق التنموية وبرعاية شركة الأنامل والتحاد نساء حضرموت طبعا كنا الرعاية لهذا شاركتو من أجل إقامة هذا لإقامة المعرض لإعطاء فكرة للمجتمع بحضرموت أن هناك فيه منتج أو أسر منتجة تنتج هذه المنتجات التي تضاهي المنتجات الخارجية طيب أستاذ السهلا ننتقل لك وشفنا اهتمامك بعرض العروضات وقت دخولك لهذا الستوديو وصراحة يعني سعداء جدا بالعمل اللي قمت به وهذه الشراكة المثمرة خلينا نسميها المثمرة طيب حدثينا أيضا عن المعرض أولا أتقدم برضو بالشكر جزيلا لقناة حضرموت قناة حضرموت هذه اللي تخدم كافة شرائح المجتمع سواء أنها شركات أو منظمات مجتمع مدني طبعا كما سلف الأستاذ ماجد أنه المعرض أقام بثلاث شراكات جهات جمعية الصديق وشركة الأنامل الخمسة واتحاد نصائح ضرموت المعرض أقام يوم الأحد لتاريخ سبعة وعشرين واستمر لمدة ثلاثة أيام الحمد لله كان عبرت زايرون عن فرحتهم وسعادتهم بهذه المنتجات اللي يشوفونها لو لاحظنا أنه منتجات محلية لأسر منتجة أسر من بيوتهم عملت لهم في ظل هذه الظروف يعني أعمال تقوم بها من أجل أنها تحسن من وضعها أيضاً كان لنا دور كشركة الأنامل الخمسة أنه أول شركة موجودة داخل محافظة حضرموت نسائية بإنتاج حقائب جلدية وهذه الحقائب قدامكم أنه حقائب مصنوعة يدوياً يعني مصنوعة بأيادة نسوية وتضاهي المنتجات الخارجية جميل جداً وجودة يعني صراحة تبقى أنه فيه جودة جميلة في الصناعة وفخر حقيقة نرى منتجات محلية أنتكون شركة في محافظة حضرموت أول شركة تنتج هذه المنتجات هي في محافظة حضرموت وبجودة يعني جميلة تعودنا بمنتج محلي يعني بعض المنتجات محلية لأسر ما تكون ذات جودة عالية لكن الآن لنشوف أنه فيه جودة حلوة يعني ممكن بس نتفضل يا علي ونشوف الشنطة هذه ما شاء الله تبارك الله عمل جميل من المنتجات الشبابية والرائجة ومحلية الصنع فنشكر صراحة الأسر المنتجة على هذا الإبداع شركة لأنام الخمسة كانت دورها من المصعد لأنها شركة منتجة لكن أقام بتنظيم معرض الأسر بغية الأسر في عدم المنتجة فقط حبينا أن نشارك الأسر عشان نشوف أنه فيه عدة جهات أو عدة أسر منتجة قادرة أنها تنتج بهذا الشكل طبعا الشركة نحن بالنسبة لنا مش إنتاج حقائب بنوع معين جميع أنواع الحقائب من نسائية رجالية أيوة حقائب سفر يعني جميع أنواع الحقائب إكسسوارات أي حاجة بالجلد أو بالقماش نقوم بإنتاجها وحسب طلب الزبون وفي طلبات أحيانا تأتي إلى زبون خاصة وكيف الأسر؟ طيب بالنسبة لعدد الأسر حابين نعرف هل فيه عدد كبير مشارك في المعرض؟ بالنسبة للمشاركين أحصرنا هذه الفترة من 23 إلى 25 تقريبا أسر منتجة حضرت بهذا المعرض لما قمنا بشراكة وإن شاء الله تكون فيه معارض المرات الجاية أكبر وتضم أكبر عدد من الأسر وإن شاء الله نضم حتى مديريات مختلفة مع بعض جميلة هذه العدد أستاذ ماجد أيش النتائج الملموسة التي شاهدتموها في المعرض؟ نتائج كثيرة أولا أوصلنا رسالة أنه في منتج محلي ضاهي منتج خارجي بجودة عالية سعر أقل من السعر الموجود يوجد سعادة للمواطن أنه حصل هذا المنتج المتوفر في السوق نتمنى إن شاء الله بدنا الله في المرة القادمة أو في المعارض القادمة أن نقدم أفضل وأفضل طبعا شركة نانامة زي ما أشارت الأخت سهالة أنها تعطي منتجات محلية هذه الصنع محلي منتج محلي في محافظة حضرمون طبعا تعتبر أول شركة هي تنتج منتج محلي طبعا لا ننسى أن هذه الشركة عبارة عن فكرة ولدت في جمعية الصديق التنموية هي عبارة عن جمعية الصديق وشركة نانامة هي عبارة عن توأم الشركة ولدت في جمعية الصديق طلقت من جمعية الصدي جميل جدا نعم إذن علي شاهدنا في التقرير العديد من المنتجات في المعرض لكن قد يحكم أننا ما حضرنا فما توسعنا أكثر وما عرفنا إيش أكثر إن شاء الله منتجات الأنامل الخمسة معروضة اليوم معنا إيش عالم منتجات أكثر عرضت هناك في المعرض بالنسبة للمنتجات كان موجود عندنا عدة أقسام في أصحاب الخياطة والتفصيل اللي هو خياطة الملابس في عندنا البخور والعطور في عندنا الإكسسوارات والريزون في عندنا منتجات الشعبية هذه أو الثراثية اللي هي أعمال رخوص عندنا اللبس البدوي في عندنا برضو كانت أكلات شعبية في عندنا أقسام الحلويات والمعجنات في أصحاب الطب البديل خلطات وأعشاب العديد من الأركان هذه كانت موجودة هل كانت هناك شركات مسمى خاص بها أم أنه كلها إجتهادات شخصية؟ يعني مثلا الأنامل الخمسة هل هناك شركات أخرى موجودة؟ لا، اللي كانت الشركة المتخصة الوحيدة في هذا المنتج هي شركة الأنامل الخمسة ولكن حبينا أن نظهر المنتجات والأسر الأخرى معها هل تم تدريبهم، تأهيلهم؟ أكيد طبعاً، معظم الأسر المنتجة تم تدريبها عبر قنوات عبر منظمات دولية ومحلية تم تدريبهم على هذا المنتج على إنتاج هذه المنتجات الأثر الملموس من المعرض إيش تبغون من المعرض؟ إيش أثره تتوقع؟ والله الأثر شوف أنا بقول لك الأثر أنه على الأثر أكثر؟ على الأثر نفسها بيكون عليها مردود مادي بتوصل رسالتها أكثر للمجتمع بيعرفونها أشخاص كثير بحكم أنهم بعض الأسر المنتجة غير معروفة في المجتمع الحضرمي ولكن الآن بعد هذا المعرض نوصل رسالة أنه في أسر منتجة تنتج منتجات رائعة جداً موجودة في السوق ندعي جميع تشجيعهم برضو لأنها في النهاية أسر منتجة إذن أستاذ سهالي هل بنشوف نسخة أخرى من هذا المعرض قريباً؟ إن شاء الله بإذن الله أكثر هذا المعرض بالبداية وإن شاء الله انطلاقها لمعارض كثيرة وزي ما قلت لك مع أسر منتجة أكثر وأكثر وندخل لمديريات وإن شاء الله بإذن الله حتى ليش لما نحن نمثل على مستوى دولي زي ما شفنا شركة الأنامل إن شاء الله يكون فيه شركات أو فيه أسر كثيرة منتجاتها الضاهي منتجات الخارجية ونمثل بلادنا كيمن وحضرموت بشكل خاص بهذا التمثيل الطيب إنه فيه منتجات ممتازة وجيدة بأيادينا سوية بإذن الله إذن علي قد نكون وصلنا لختام هذا اللقاء الخفيف مع ضيوفنا وسعادها جداً إن استضفناهم وتعرفنا أيضاً صحيح إذن كلمة أخيرة حابين تقولونها للمشاهد الكريم عبر الشاشة التلفزيون حضرموت كلمة أخيرة نحب أولاً نوجه رسالة لشرائح المجتمع في حضرموت إنه توجد هناك منتجات محلية تنتج عبر أسر لمحافظة حضرموت هذه المنتجات تضاهي المنتجات الخارجية بجودة عالية جداً بسعر مناسب ندعوهم أيضاً عبارة عن تشجيع هذا المعارض والحضور لهذا المعارض وأيضاً نوجه رسالة للسلطة المحلية بمحافظة حضرموت أن تنشئ أسواق خاصة بهذه الأسر المنتجة أن ترعاها أن تشجعها تكون أسواق دائمة دائمة بشكل شهري أو بشكل سنوي أو كمعارض سنوية لتشجعها لعرض هذه المنتجة بالنسبة أني أقول أنه في ظل الظروف هذه الاقتصادية الصعبة وفي ظل الظروف التي تعانيها البلاد أتمنى من السلطة المحلية بشكل عام وبشكل خاص لكافة شرائح المجتمع والمكونات الشعبية أنها تدعم هذه الأسر المنتجة تشجعها سواء بالشراء سواء بإقامة معارض سواء بدعمها بأي نوع من الدعم لأن هذه الأسر في ظل هذه الظروف لابد أن نشجعها حتى أنها تستمر ونشوف كثير من الناس أنهم حسنوا من وضعهم خاصة في الأوضاع هذه الصعبة إذن شكرا لك أستاذة سهالة وشكرا أيضا عزيزي مهندس محمد العكبري ماجد العكبري عدرا على هذه الاستضافة وهذه المعلومات الجميلة وأيضا على إقامة مثل هذه المعارض التي شفناها مع مشاهدين الأكارم وصراحة علي حابب أن نقول أن فكرة الأسر المنتجة انتشرت مؤخرا تلاحنا خيرا فعلا بشكل كبير وموسع وفكرة صراحة جميلة أن تخلص الأسر الوضع الحالي المحل الاقتصادي أصبح سيء فبدأت تبعد شوية عن وظيفة ووظيفة فبدأت أنها تكتفي داتيا بالنسبة تنمي من مواردها المالية أكثر أو تعدد أكثر أكثر من مصدر دخل لكلهم ليس نفس أول يكون خاص مصدر دخل واحد وهو الأب وظيفته الأب في شغله فهذا مصدر دخل الوحيد الآن بدأوا يفكروا أنه يكون أكثر من مصدر دخل تفاديا للأوضاع وتفاديا للغائب وشفنا تنوع وشفنا أفكار جيدة وشفنا حاجات كنا نعتقد أنه مستحيل أحد يسويها لكن سووها بشكل محلي بسيط وبجودة وخامات أيضا جميلة جدا واللي بيشوفها ما بيفرق بين أنه هل هي محلية أو مستوردة فكل الشكر للأسر المنتجة كل الشكر لكم كارعين لهذه المعارض وكل التوفيق لكم ولازم مستمرين معكم في برنامج يوم جديد لكن نطلع فاصل نرجع نواصل نرجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكارم ومشاهدي برنامج يوم جديد وبفقرة جديدة ضمن فقرات يعني الفقرة النقاشية ما تشهد وحضر موت من استقرار تتميز به عن المحافظات المحررة الأخرى جعل منها منطقة جاذبة للاستثمار ورؤوس الأموال فبين فترة وأخرى يفتح مشروع في حضر موت وهو ما يؤكد أنها منطقة حاضنة للاستثمار ولأن الحديث مصبوغ بالاستثمار نستضيف معنا في الأستوديو الشيخ القاسم بن قاسم القعيطي الوكيل الحصري لشركة توبتن العالمية أهلا وسهلا بك أهلا بك الله يحيكم ويسلمكم يا أهلا وسهلا يتشرف بالحضور إلا تحياتنا لكم وللجميع الإعلاميين في قناة حضر موت يا أهلا وسهلا والشعب الحضرمي العظيم أهلا بكم ونورت حضر موت عموما بشكل آخر ونورت حضر ميتكم الله يحفظ في البداية هناك معكم كثير من المعارض أو معكم معارض في غير حضر موت نعم لماذا اخترتم حضر موت هذه المرة؟ والله أختنا حضر موت أنا قيت زيارة هكذا عابرة وشفت فيها ما لم أشوفه في المحافظات الأخرى من حيث الأمن والأمان والنظام وأهم حاجة إنه هذا أهم شيء فيه إن الواحد يستثمر في أي محافظة اللي هو الأمن وشهر ما يقامر برأس ماله صحيح ايه وما يتعب ما يكونش يعني يتعبه رأس ماله اللي بيقدمه يكون على حساب صحته نعم فهنا حسينا رحنا بين أهلنا وحسينا إن في نظام قانون يعني لم نقدوه بالمحافظات الأخرى السفق يعني في كثير من الأمور وفتحنا في عدن فتحنا في يافع بعض الأمور لكننا هنتجاوزناها الحمد لله وشكل الله الحمد لله وأنا متأكد إن حضر موتنا بتكون المحافظة النموذقية بالنسبة لنا والذي بسطاعتنا سوف نتوسع بإذن الله مش بس في المكلة ولكن قد ننتقل للشهر للوادي إلى السيئون إلى كثير من المدن تأكيد حضر موت أيضا مساحة كبيرة مساحة كبيرة نعم طيب بالنسبة يعني للمعرض يعني كيف مضت معكم إجراءات افتتاح معرض للملابس وبإسعار رمزية جدا يعني واجهته أي مضايقات في المعاملات الرسمية وإلى آخر لأنه في زي ما دكارت حضر موت ساحة فيها العديد من التجار والعديد لكن ما يتميز به المشروع تبعكم إنه أسعار رمزية وهو سياسة الشركة نعم هكذا قال له سعر رمزي والبعض بيحاول يصنف إنه هذه الأسعار الرمزية وقد تكون الجودة ضعيفة بالأكس نعم يعني هل لقيتوا مضايقات مثل هذه المضايقات لا لقينا بس كلام ناس أهراء وانت صعب أنك ترضي الناس كلها صحيح لا بد من يكون هناك بعض الناس اللي لوقت نظر ولكن تقربة خير برهان لا يمكن أن يزور هذا المركز يقين رأيه نعم 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 نحن في عدن بدأنا بثلاثة ألف القطعة نعم لما كان الصرف مئتين وثلاثين بعدين قدم استغرار الصرف رفعنا وصلنا إلى ستة ألف عندما وصلنا إلى أربع مئة وثمانين ثانث في فترة تسعى بشكل كمير لأنك تبيع العملة وتشتريها لكي تقطي أنت رأس ما لكي يكون لكي تستورد نعم فلغينا شوية بهذا القيناة فقط أما في القوانب الأخرى الحمد لله يعني حتى الناس اللي كانوا مثلاً غير مرتاحين لنا وغيرهم ومدفوعين يعني حصلوا استحسان وبعدين قولوا عندنا ونحنا بنخدمكم ونحنا تحت أوامركم ونحنا أنتم تخدمون المواطن العادي اللي مستوى يعني دخلوا محدود هذا الشكل الحمد لله طيب بالنسبة للإجراءات والمعاملات الرسمية للإفتتاح هل كان في هناك إشكاليات مثلاً أو مرت بصعوبة أو مرت بسلاسة ويصدر؟ بالنسبة للحضرموت مرت بكل سلاسة بالنسبة للحضرموت نعم يعني ديكور لنا فترة تقريباً أربعة شهر نعمل ديكور والناس كلها مستحسنة هذا المشروع ومتعاونة ومتابع تفتحون ومتحمسين لفتح المعرض خاصة الناس اللي زارت عدن وشافت المعرض في عدن هم في ناس من القالية الحضرمية كثير منهم كانوا في مثلاً في السعودية هم عارفين يعني توبتن عارفين توبتن وعارفين جودة ملابسه أشياء الثاني زاروا عدن واشتروا من عدن فمجتمع هذه الأمور أعطتهم انطباع تشجيع أنهم يسألوا متاب تفتح أو متاب طبعاً يعني صحيح يعني في هذا الجانب استمرار مش بس هنا هذا المعرض يتصلوا متاب تفتحون تعالوا في معنا مكان يعني في كثير متحمسين يعني كثير من المحافظات متحمسين أنه يفتح هذا المعرض واللي يعني صراحة يتميز بأسعاره اللي تناسب أصحاب الدخل المحدود طيب هل الأسعار المخفضة هذه مقرونة بجودة المنتجات اللي يكون؟ والله قلت لك أنها بعضها ماركات بعضها ماركات عالمية ولكن الزبون هو اللي يحكم عندما يزورنا عندما يغسل عندما يغسل ويلبس ويتكرر القصيل لكل المنتجات يقدر يميز من منتجاتنا ومن منتجات غيرنا فأدا إلى الآن هنا سنتين لا يوجد أحد يشتكى ولا جاء بقطعة وقال هذه أنا دخلت الغسالة وانعدمت نائيا إلى الآن نعم وإن شاء الله حضر موت يعني يعني تم افتتاح المركز تأجيله لأنها أجدت بضاعة مميزة أجدت بضاعة يعني في غاية الروعة يعني وموديلات متعددة لأن إحنا لعرضنا يمكن موديلات ما تشكل ثلاثين في المئة والباقي موجود بالمخازن يعني أستاذ قاسم قاعد تحمسنا دلحين تحمسنا هي ميزة توبتن ميزة توبتن أنه كل يوم جديد الميزة حق توبتن أن الزبون عندما يجي يشتري اليوم الثاني يجي مرافق لشخص آخر يشتري هو أكثر من اللي يرافقه بيجي ويعرفه على المنتجات تبعنا فهذه ميزة توبتن اللي هي تنويع الموديلات ولكن على الله أنه مساعدنا أبناء حضر الموت في حاجة واحدة مهمة جدا اللي هو يجيب أن يحارب التجار اللي بيجي وبعضهم بيسحب كميات كبيرة فهذه اللي نطلب الناس لكل مواطن حادي لأنه بعضهم بيجي يشير كمية كبيرة بيحرم الآخرين بيحرم التجار ويحتكرها هو يبيعها في أماكن خاصة في عدن في عدن يسحب لك الله يكرمك الأحذية لدينا بربع الفلح بيحرم 16 ألف ونتمنى أنه منكم أيضا أنتم كتجار للأشخاص اللي يجون عايزين كميات كثيرة أو كبيرة تنتبهون لهذا الجنب نحنا بنا نعطي بنا طبعا تركزون على هذا الجنب حقه الشراء يعني ما هو عائلي هو بغلب التجارة نوقفه جميل جدا نشكركم أستاذ قاسم على هذه الجهود ونشكركم على الاستثمار في حضر موت حاضنة المشارية وحاضنة كل شخص قادم إليها وصراحة يعني تحمسنا أن نذهب توبتن ونشوف أحد زباين توبتن في عدن جرب المعارض بعد شوف الفارق بإذن الله كمستثمر شيخ قاسم كيف شفتم البيئة الاستثمارية في حضر موت كيف تحينكم لها؟ الحقيقة الناس كلهم تعاون أنا أشكر يا الأمن قائد الأمن تقريبا زار المركز وكثير من المسؤولين يعني شيء طيب جدا أنا يجي مدير الأمن وما أحد يعرف أنه مدير الأمن مواطن عادي يا أخي وين وين تقديو عندنا؟ فهذا ميزة كبيرة إن الواحد يستثمر ويكون مطمئن بال بال أنا أغلطت لك أناس قائلت قبل ما أخذ المركز شفت الوضع شفت الأمن شفت الاستقرار الموجود وتحمست إن شاء الله بتلاقوهم فيه سلاسة وبساطة من الناس كلهم من جميع الموجودين في حضراموت طبعا مشهود لهم الحضرامة لكن أكيد مشهود لهم بالأخلاق مشهود لهم بالانضباط مشهود لهم في كل شيء على عندها وشهد الآن منذ الأزل لكن وقت الافتتاح أكيد بيكون فيه هذا وقت الافتتاح نتمنى أنكم تتبهون لهذا الجانب ويكون فيه ترتيب لا نحن نشوف استفدنا من عدن عدن كانت زحمة رهيبة رهيبة قدنا ما أتوقعنا وكانوا ممكن نروح في ضحايا فيها خاصة أن عدن في برض ثلاثة دور يعني كانوا بيرحوا فيها ضحايا حتى أنا قلت خلاص بألغي المركز إذا بأتحمل ولكن الحمد لله عدت على خير صحيح جاءوا أن رجال الأمن في عدن نشكرهم كثير يساعدون يعني الحجام الأمني وساعدنا أيضا شرطة المنصورة وساعدونا كل الجهات الأمنية وتمت على خير وتمت على خير وإن شاء الله تتم على خير في مدينة المكلة هنا هنا يعني رتبنا حراسات أمنية خاصة بنا ورتبنا مع مدير الأمن وقال إلي تبقوا وطعنا مجامع كبيرة صحيح لأن توبتن أكثر زبائل هو نسا نعم اهتملت فنحنا عندما يقول لها نسا ما بدي تدخل شباب صحيح لازم نوقف الشباب في عدن وقفنا الشباب المدخم سيئا ما سمحنا لهم الذي عنده عائلة هذا يدخل مع عائلته يدخل لكن لما يدخل لك شاب وهناك بتكون مساحة محددة بين الستندات صحيح يعني بعضهم بيعجبهم خوفا من هذا أن هذه الأمور نتجنبها من البداية أحسن صحيح ما تصير بشكل ما تصير مضرابة ما تصير شيء داخل المركز لكن الأمور إن شاء الله في حضر موتنهم ضبطين لسائهم ورجالهم بإذن الله تتم الأمور بكل أريحية وكل سلاسة ونشكركم على استثماراتكم ودعمكم لأصحاب الدخل المحدود صراحة لأن هذه المشاريع يعني تمثل أيضا فرصة لأصحاب الدخل المحدود في ظل الارتفاعات التي تشهدها الأسواق وتشهدها تتأرجح أسعار الصرف طالع نازل وأعتقد أنهم بينا الاستحسان العامة بشكل عام بدون استثناء نحن واثقين ممتقاتنا رحنا يعني يعرفين ما الذي نقدمه للزبون سواء كان في حطمو سواء كان في عدن سواء كان في يافع في ثلاث المركز تبعنا وإن شاء الله في المستقبل في الشهر وإن شاء الله في سيئون يعني نطمئن أصحاب سيئون ونطمئن أصحاب الشهر ونقولهم أنه بإذن الله في أوانه بإذن الله كل شكر لك شيخ قاسم على هذه الاستضافة وصراحة سعداء زي ما ذكرنا وقلنا علي بهذه الاستثمارات التي تشهدها محافظة حضرموت وهذا خير دليل على أن حضرموت آمنة ويعني مهيئة للاستثمار فالاستقرار الأمني له دور كبير جداً أهم شيء هو الأساس هو العمود الفقري في الاستثمار هو الأمن في أي دول أمد دول الأمن يهيئ بقية الأجواء والمواطن أيضا في نفس الوقت لم يكن واعي نعم المواطن الحضرمي واعي يعني واعي ما هو زي أي مواطن واعي يعني والأمانة فيهم وهذا اللي يخلانا نسرح هو كان يفترضنا أن أخذ الخطة على سنة بعد ثلاث سنين لكننا قدمناها سنتين يعني غلصنا سنتين وقدمنا أولا كان على سنة بعد ثلاث سنين نعم والأمور طيبة إن شاء الله بإذن الله تعرف كلمة أخيرة تحب أن تقولها شيخ قسم والله أقولها يعني أشكر أنا الإدارة المحلية بشكل عام من المحافظ إلى مدير أمن إلى كل الأجهزة سواء كان في التجارة سواء كان في البلدية سواء كان في كل من ساهم وساعدنا في هذا الأمور وذل الصعب علينا ونقول له نحن بكون عند حصل ضمنهم فيه توفير ما يسر خاطرهم من الملابس والأحذية والشنط وكل الأمور ومعنا أبدو أستعدادهم يعني التعاون معنا إلى أبعد هد نشكرهم لم نلاقي هذا الأمور في الأماكن الأخرى كل الشكر لك أستاذ قاسم على هذه الكلمات الجميلة والتي نفخر بها صراحة كحضارة ونسعد دائما باستقطاب المستثمرين والزوار لمدينة المكلة بهذه التعاملات السلسة والمريحة إذن شكرا شيخ قاسم بن قاسم القائطي الوكيل الحصري لشركة أبتن هنا في اليمن وأيضا مشاهدنا مازلنا متواصلين وإياكم ولكن بعد هذا الفاصل القصير عدنا مشاهدنا إليكم من جديد في حلقتنا هذا اليوم برنامج يوم جديد وفقاراتنا المتنوعة والمنتعديدة طبعا عدنا للشاشة لفقرة مميزة لهذا اليوم حيث صرح المستشار الثقافي في سفارة بلادنا بدولة قطر الفنان صفوة للغشم بأن بلادنا تشارك لأول مرة في مهرجان المحامل التقليدية الذي يقام على شاطئ الحية الثقافي بكارترا ضمن أنشطة فعاليات بطولة كائس العالم أكيد ولقد قامت سفارة بلادنا بالدوحة هذا العام بتقديم فعاليات ثقافية في اليوم اليمني وفي اليوم الوطني القطري وفي ساحة الإعلام وتفاعلت مع كل الأنشطة التي أقامتها المؤسسات القطرية ضمن برنامج الأعوام الثقافية وفي هذه الفعالية قامت السفارة بترشيح فرقة الشحر من حضر موت وفرقة تهام من الحديدة للمشاركة في مهرجان المحامل التقليدية وسيتم تقديم لوحات فنية تراثية من لون الحضرم والتهام وسستمر هذه الفعالية لمدة ثلاثين يوما في سياق هذا الموضوع معنا من قطر وعبر الزوم الأستاذ محمد سالم بن بريك ليطلعنا أكثر عن هذه المشاركة ونقول له أهلا وسهلا فيك أستاذ سالم أستاذ محمد يسعى الصباح أستاذ محمد سالم يا حياك الله حياكم الله الله كيف الأجواء في قطر وكيف الفعاليات وكيف مشاركة فرقة الشحر وفرقة تهامة في قطر أستاذ محمد أستاذ محمد حدثنا عن مشاركتكم في معرض قطر جانب الفنون البحرية والمشاركة من قبل فرقة الموال في مدينة الشحر وفيه فرقة من تهامة أيضا تقدم ألوان بحرية إلى جانب معرض الصور التاريخية البحرية يعني هناك صور تم عرضها من قبلنا أنا مشرف على هذا الجانب الصور هي عن موانئ الشحر والمكلة وقنة والحديدة وعدن وسقطر جميل عدة صور تم عرضها في هذه الجانب كم عرض الصور المشاركة في المعرض؟ طبعا تم اختار خمسين صورة فقط نحن حطنا تقريبا ثلاثين صورة بس الأخوة القطرين هنا طبعا في مكان محدد ومساحة محددة اختاروا خمسين صورة فقط جميل جدا هل في مشاركات أخرى غير معرض الصور وغير الرقصات اللي بيشاركون بهالشباب؟ هناك في بعض المنتجات اليمنية وفي جناح يعني جناح بسيط بحكم انه اليمن لأول مرة تشارك في هذا المعرجان مهرجان المحامل التقليدية طبعا هذه بداية هذا العام مهرجان المحامل التقليدية ينظم كل عام ونحن هذا العام فقط شاركنا كأول مشاركة مهرجان المحامل التقليدية لم يقدم فقط ببناسبة كاس العالم لا سوف يقدم العام القادم وغاكل ومستمر يعني على طيلة السنوات أستاذ محمد سالم هل تسمعنا؟ أسمعك طيب بنتكلم بنتحدث عن مشاركة الشباب يعني ممكن تعطينا فترة عن الشباب وعن مشاركة هؤلاء الشباب يعني اللي تم اختيارهم لأول مرة ليمثلوا حضر موت واليمن في مهرجان المحامل طبعا الشباب فرقة الموال تشارك باسم مدينة الشحر إلى جانب فرقة أخرى فرقة تهامة طبعا الفضل بعض الله يعود إلى قناة حضر موت التي عرضت كثير من الأعمال لهذه الفرقة فرقة الموال اللي هي الدربوكة ومن خلال هذه الدربوكة وصلنا إلى قطر الشكر طبعا مقدم للأخوة في قناة حضر موت الفضائية وللأخوة طبعا في السفارة التي شاهدت العمل من خلال القناة وطلبت الفرقة من خلالي يعني جميل جدا إلى جانب فرقة تهامة الفن اللي يقدم واللون اللي يقدم في هذه القرية القرية أصلا كلها أو الحي الثقافي كثارة أو القسم اللي نحن جارك فيه كله شغل بحري لذلك تم اختيار رقصة الدربوكة ورقصة تهامة البحرية لتقديمها للأخوة الزوار لا يوجد أي فعالية أخرى غير البحرية نحن نقدم صور بحرية معرض تراكي بحري صور بحرية ونقدم فنون فن الدربوكة البحرية غير ذلك لا يوجد للتوضيح فضر نعم إذن أستاذ محمد يعني هذه أول مشاركة لليمن ولفرقة الشحر بهذه الرقصات الشبابية واللي عرضوها أمام السياح والزوار لكأس العالم من كل مكان في العالم طيب حابين يعني نعرف إيش ردات الفعل للأشخاص اللي يشاهدون هذه الفنون البحرية الحضرمية اليمنية طبعا اليمن غني عن التعريف حضرمون غني عن التعريف كل الأعمال اللي قدمناها نال في استحسان الجماهير خاصة الجاليات العربية كلها متشبعة بالفن والطرب اليمني واللون اللي قدمناه الآن كلون بحري أعجبوبه كثير لأنهم ما سمعونه كثير معروف نحن ما نقدمه من فنون الشارح والهبيش وغيره وغيره ومن خلال الفنانين كبار الله يرحموا الفنان كبير أبو بكر سالم وغيره لكن الفرح الفن البحري كان جديد عليهم ولذلك هم لأول مرة يعرفوا أنه هناك فنون أخرى غير اللي سمعوا إليها في السابق صحيح جميل أستاذ محمد بن بريك انطباعكم حول مونديال قطر كون جاءت هذه المصالفة أو تم تنظيم المهرجان في ضمن الأيام التي وجدت فيها مونديال قطر كيف الانطباع عن المونديال والفعاليات المقامة خاصة الفعاليات الثقافية بالتأكيد والله الفعاليات في كل مكان في منتهى الجمال ومنتهى الروح ومنتهى الدقة وفعاليات يعني على مستوى عالي من التنظيم كان من حيث الإضاءة من حيث الصوت من حيث الأزياء من حيث يعني أشياء كثيرة نأمل أنا عن نفسي أستفيد من هذه الأشياء قطر كلها فعاليات منذ الصباح الباكر وحتى آخر الليل فعاليات على مساحة قطر فعاليات من المكسيك من أسبانيا من كل العالم جو في منتهى الجمال لا يمكن أن تشاهده في أي مكان آخر في العالم إذن أستاذ محمد سالم بن بريك نشكرك على هذه المداخلة اللي أطلعتنا فيها على كل المجريات اللي حاصلة في قطر وأيضا مهرجان المحامل ومشاركة فرقة أبناء الشحر أيضا وفرقة تهامة اللي مثلوا اليمن ولأول مرة في مهرجان المحامل كل شكر لك وبإذن الله نتمنى لك ونتمنى لكل الشباب الموجودين التوفيق وفي أمان الله في أمان الله حياكم الله أحبكم إذن لازمنا مستمرين معكم في برنامج يوم جديد وأكيد معنا فقرات جديدة لكن نطلع فاصل ونرجع نواصل أهلا بكم من جديد ولازمنا متواصلين معكم في هذا البرنامج وفقرة جديدة علي وهذه الفقرة مميزة فقرة جديدة وشميلة مميزة فعلا إذن انطقت الحرب في اليمن على كل شيء في حياة اليمنيين على مدى سنوات سبع مضت وغطت أخبار الحرب وانعكاساتها على وضع اليمنيين في الداخل بشكل سلبي وكارثي للغاية من هنا جاءت فكرة مشارف يمنية وهو معرض يعكس الجانب المشرق من اليمن عبر عرسة المبدعان حمزة باسالم وأبو بكر بالفقيد إذن يأتي هذا النشاط ضمن أنشطة مركز المكلة الإبداعي الذي يأتي بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبتمويل مشترك من معهد غوتا لتفاصيل أكثر وعبر يعني تفاصيل أكثر بنستضيف في هذه الحلقة ضيوفنا والتي تعودنا دائما أن يكونون علي موجودين خلف الكاميرات لكن هذه المرة بيكون فرصة أن نتعرف عليهم ونشوفهم بشكل مباشر وفي البرنامج المباشر يوم جديد طبعا معنا حمزة باسالم وأبو بكر بالفقيد حياكم الله أسعد صباحكم صباحك أسعد أهلا وسهلا بداية معرض مشارف يمنية حابين نتعرف أكثر على هذا المعرض ممكن تحدثنا عن انطلاقة هذا المعرض في البداية صباح الخير أهلا وسهلا في البداية يعني نود أن نعرف على المعرض في البداية يعني جاءت فكرة المعرض بحكم أنه نحن يعني مصورين نعم نحب أن نظهر الجانب المشرق من بلدنا الحبيب اليمن نعم خصوصا أنه الصورة النمطية والمنتشرة أنه حروب بالضبط إلى آخر تفضل بالضبط فجاءت لنا فرصة من مركز المكلة الإبداعي ومبادرة ميمزة الفنية بأنهم يقيمون معرض في مركز المكلة الإبداعي نعم لتعريف الناس في المكلة أكثر على المناظر الطبيعية والمعالم الأثرية الموجودة في اليمن نعم وبهذا قامت فكرة هذا المعرض جميل طيب حمزة إيش ضم المعرض؟ وإيش الأماكب بالضبط اللي تم توثيقها في المعرض؟ والله ضم المعرض حوالي سبعين صورة من عدة محافظات هي محافظة حضرموت واديا وساحلا نعم ومحافظة تعز ومحافظة صنعة وعدن وعبرز هذا المعرض المعالم والثقافات وحياة الناس بشكل عام يعني حبينا أن نظهر الحاجات الحلوة في البلاد عبر هذا المعرض نعم إذن حمزة يعني كان في لكم تجارب كثيرة وفي محافظات كثيرة وهذا شفناه في الستوريات تبعكم وفي ترحالكم اللي كان مع يعني الرحالة الكويتي ابن فطوطة تقريباً الناس تعرف ابن فطوطة واللي متعودين عليه هذا الرحالة القديم لكن الرحالة الصغيرة ونبعث له تحية أيضاً لأنه صراحة شفنا في فترة تواجده في اليمن كان فيه تفاعل كثير وزيارات وتسويق أيضاً للمناطق السياحية والتاريخية كان فيه بساطة حتى على في الزيارات يعني ما رحوا أماكن راقية مثلاً أو نقول أماكن الهاي كلاس المرتفع الغالي لا لا نزلوا للسوق والحياة الناس والبساطتهم حتى نلاحظوا في الصور حكي الشيطة عم متابعينهم في الستجرام أيها أمور فيه بساطة في الموضوع فيه ناس بسيطة فيه ناس كبر سن فيه ناس صغار فيه مأكلات فيه هم الشباب أساساً يعني روحهم حلوة وبسطة ويحبون دايماً شفت المأكلات اللي كانوا يعني عرفوا ابن فطوطة تدربوا على الرقص الحضرمي وعلى النغام الحضرمية نعم إذا حدثونا عن هذه التجربة اللي كانت معابن فطوطة وكيف رحتوا وكيف سافرتوا وإيش شفتوا وإيش قابلكم والله كانت تجربة حلوة صراحة يعني يعني كنت من فترة نتمناهنا والشباب أنه نزور المحافظات اليمن مع شخص رحاله وموت جديد ونوع جديد من التصوير يعني تروح كسايح انت يعني ترافق رحاله وتكون سايح يعني دايماً دايماً نكون خليف الكاميرات هذه المرة عشنا حياة ما مام الكاميرا يعني اللي هم المدعين والرحالين وبدأي للناس بالضبط وكيف شفتوا التجربة؟ التجربة لا توصل صراحة والله هذا مشاعر حمزة نشوف مشاعر أبو بكر كيف كانت تجربة معك؟ والله كانت تجربة جميلة طبعاً برفقة حمزة بسالم ولخ عبد الله جمعين رسله كلت حياة طبعاً نقلتنا نوعياً ونقلنا يعني محتوى طيب يعني عن اليمن ونزلنا بنتاج جداً جبارة وفي هذه التجربة طبعاً ركزنا على حضر موت بشكل عام ساحلاً ووادياً وروحنا برضو إلى عدن وإلى تعز ومحاولين يعني أن نقل له أفضل تجربة ممكنة في اليمن بحكم أنه حالياً يعني في اليمن ما فيه سياح كثير يجون إلى اليمن يعني بحكم الأوضاع وسائل على ما تتناقله طيب فيه حاجة لحطها في بعض المنشورات أو الصور اللي نزلوه أنه تكون فيه في نبدة عن المدينة وعن المنطقة وين جاءت الفكرة هذي؟ صحيح هذي الفكرة يعني تقريباً جاءت من خلال اطلعني يعني على لأن الحمزة الأوفر لو قطعتك أنه ليلاحظوا في المنشورين أنه ينزل صورة بس على وعنوان المكان أو المنطقة اللي هو فيه أي تعريف عن المنطقة أو المكان أنت يوم تنقل صورة يعني لو بتنقلها بطريقة حلوة بحيث أن المشاهد نفسه يستفيد من الصورة يعني دهينا بصور صورة فأقلها بحط معلومات يعني بحيث أنه والله لو شاف المكان دي يعرف أن هذا المكان يحتوي على كده وكده يروح يزور الأماكن اللي هي موجودة مثلاً في المكان دي فهيوم تطرح معلومة عن المكان يكون شيء أفضل منك تحط صورة بس عادية وانتهى الموضوع حلوة يعني كنتوا يعني مرشدين سياحيين أيضاً فوق منتم مصورين ونقلتوا تجربتكم هذه ونقلتوا أيضاً صور للأماكن أيضاً عرفتوا عليها وقمتم بعمل المرشدين السياحيين يعني خير ممثلين وخير مرشدين وسعداء جداً بتجربتكم وأيضاً المعرض اللي أقمتوه معرض مشارف يمني يحدثون عن المعرض هو المعرض زي ما قلت لك يا أستاذ علاء أنه قام هذا المعرض على جانب الرحلة اللي قمناه بأكثر شيء زرنا عدة محافظات فيها فحبينا أنه يكون هذا المعرض يعني نموذج لمخرجات الرحلة نفسها كيف كانت الانطباعات الزوار لهذا المعرض؟ والله الانطباعات ما شاء الله يعني هم حتى سووا زي الركن أصحاب المعرض هم مركز مكلب داعي يحطوا انطباعات الناس فيها وكانت الانطباعات مرة إيجابية يعني وإن شاء الله نقول خلال هذه الانطباعات نستمر في هذا الشيء ونكمل مشوار رحلتنا نزور باقي المحافظات في المحافظات إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله طيب حدثنا أبو بكر عن أيضا انطباع كيف ردات فعل الناس للمعرض والله وبحكم أنكم يعني شباب صغار في السم وتقومون معرض صحيح يعني معرضي دائما المعرضي دائما مروا ومرحلة معينة طبعا لاقينا يعني تفاعل كبير من الناس يعني ما توقعنا وكان حضور يعني مشرف وشوفنا يعني الناس على الواقع يعني دائما في السوش الميديا يحط لك رايو وانتن مش عارب بشكله صحيح وهنا يعني شوفناهم وجهاً لوجه يعني وبساطة الصراحة وكيد الانطباع بيكون أكثر فاعلية يعني من أنه يكون تعليق على فيسبوك أو رسالة شات أو الواقع يختلف تماماً عن مواقع التواصل يعني بضبط صحيح هل في رهبة من مواجهة الناس يا حمز وبكر لما جلستوا الناس تسألكم أنتوا غالباً من وراء الكاميرا تصوروا وتروحوا بس كيف شفتوا تجربة أنه كنتوا واجهتوا وتحكوون القصص الصراحة يعني كأول تجربة لنا أمام الكاميرا يعني ما قد يوم كنوا قداماً دائماً زي ما قلت لك نحن ما خلف الكاميرات وحسين بشعوركم وشعور المدعين كلهم صراحة والله بس تجربة حبوبة جداً حمزة دائماً أنت محلق تظهر لنا أبداع جوي لكثير من المناطق كلمة خيرة حابين تقولونها والله نشكر يعني مركز المكلة الإبداعي يعني ومبادرت ميمز على هذه الفرصة وعلى رأسهم الأستاذ محمد منير الجعيدي مدير مركز المكلة الإبداعي وعلى هذه الفرصة يعني وعطى الشباب يعني مكان لعرض إبداعاتهم وفنونهم فيه وتعريف العالم عن الفنون الموجودة عندنا يعني في حضرموت وفي اليمن بشكل عام وفي النهاي يعني شكراً برضو تلفزيون حضرموت على هذه الصدافة الجميلة حمزة؟ شكر يعني من بشكر ومن بخلي الصراحة يعني أول حاجة أشكر باب الخير حمزة أشكر عائلتي يعني هي اللي كانت تسند لي في كل شيء وأشكر عائلتي الثاني يوم تلفزيون حضرموت بعلى رأسهم من أستاذ مجاهد بناني الحاج والأستاذ فراحة محمد جمعاخان وطاقم تلفزيون حضرموت صراحة تحية والله والله على رسية أنت طبعاً زميل عزيز منذ نشأة القناة من الشباب اللي كانوا متواجدين منذ بداية القناة كلنا كنا أسرة واحدة نعم والله أشكر الأخوان الصراحة اللي خارج القناة وداخل القناة يعني أشكرهم من كل قلبي وتحية طيبة لهم الله كل شكر الله تأكيد تحية طيبة للجميع كما نحن أيضاً نشد على أيدي الجميع من جهات مسؤولة وجهات مولة وجهات داعمة أن تبادر بدعم الشباب الصاعد يعني ما شاء الله معنا جيل جميل جداً يعني صحيح هاوي للأشياء كثيرة نتكلم على التصوير فقط تصوير منتاج حتى يعني في عدة مجالات ترسم في ناس كثير مبدعة وقدر أن تتسوي تغيير يعني حتى في المجالات الأخرى في البرمجة في كثير أشياء صحيح يعني أستاذ إلي عفونا عن مقاطع يعني الاهتمام بهذا الجوانب من أجل جلب السياح صراحة لليمن يعني فترة الأخيرة فترة الحرب والصراعات هذه تأخذ العالم الخارج يأخذ صورة سلبية صراحة عن اليمن صحيح فنحن من خلال دوشي حابان نقول الصورة الإيجابية وأن اليمن بخير صحيح السؤال الأخير معنا المخرج يقولي خلاص معنا في وقت هل هناك ردة فعل خارجي جاءتكم حوال طبعا عمالكم أو حوال المعرب يعني من خارج لأنه لا تغيرت نظرتنا عن اليمن أو تغيرت نظرتنا عن المحافظات طبعا في ردود في أفعال جيلة كثيرة يعني عبر السوشال ميديا يعني في ناس من الخليج في ناس يعني حتى جانب يعني في بريطانيين ويتواصلون معنا يقولون أنه ممكن بعد هذه التغطيات يعني ممكن أنهم يجون ويزورون اليمن وإن شاء الله يعني تتسهل للأمور يعني نتمنى لكم التوفيق ونقول لكم قوة لغتكم أنا مشي لأن الموضوع فيه سياحة إن شاء الله يعني يكون معنا زي حمزة وأبو بكر يعني ألاف من حمزة وأبو بكر ممتعين وناغلين للصورة الجميلة لليمن ولحضرموت ولعموم الوطن بذن الله تعالى إذن مشاهدين ما زلنا متواصلين وإياكم في هذه الحلقة من يوم جديد ولكن بعد هذا الفاصل عدنا إليكم مجددا ومع فقرة جديدة أنا هالك حتما فما الداعي إلى تأجيل موتي جسدي يا شيخ ومثله لغتي وصوتي ذهب الذين أحبهم وفقدت أسئلتي ووقتي أنا سائر وسط القبور أفر من صمتي لصمتي من الثثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري فقدنا والاعتراض على قضاء الله ملهم من ملهمي الوطن صحيح يوم الاثنين الماضي فقدنا الأديب الشاعر عبدالعزيز المقالح هذا المفكر الذي رفض المكتبة اليمنية والعربية بمحتوى كبير في المجال الأدبي والثقافي والفكري وفي هذا الشان حبينا أننا نتعرف أكثر على بعض قصائد التي غنيت لأن فيها جمال الكلمة وأناقة الحروف وبها اللحن بدون شكة وعلشان نتعرف على بعض القصائد المغنى للشاعر عبدالعزيز المقالح خلونا نرحب بالزميل محمد بعيسة يسعد صباحك محمد أهلا وسهلا سعيد أهلا وسهلا فيك محمد واليوم حلقتنا عن دكتور الراحل عبدالعزيز المقالح وطبعا له العديد من القصائد المغنى يعني خلينا نقول إيش أفضل قصيدة أو القصيدة التي تطرب محمد بعيسة من قصائد الراحل عبدالعزيز المقالح طبعا الحديث عن الدكتور الراحل عبدالعزيز المقالح يقودنا إلى استعراض بعض نماذج من قصائده اللي كتبها قبيل وفاته قبيل وفاته رحمه الله طرح عدة تساؤلات فلسفية شعرية يقول فيها تتساءل الأحجار والأشجار في عرب المغارب والمشارك هل ما تزال الشمس تشرق والأزهار تولد في الحدائك أنا لا أصدق أن ضوء الصبح يكتب ظله بالقرب من ليل المشانك إن القصائد ما يزال رنينها يعلو على صوت البناتق يا شعبنا المظلوم عبر الدهر هل للظلم آخر صعدت شعوب للسماء وأهلنا قيد التنافر والتناحر يتصارعون على الغبار ويحتفون بكل غابر لا الدين أخرجهم من البلوى ولا كفران كافر هذه التساؤلات الفلسفية التي قدمها الدكتور عبد العزيز المقالح يقول الدكتور عبد العزيز المقالح عن الشعر بأنه سياحة في الأعصاب هذا تعريف أصلا للشعر يرى أن الشعر سياحة في الأعصاب كأنه يبغى يقول أن القصيدة عندما نقرأها أصلا نحن نتعرف على طول على الحالة اللي كان عليها الشعر وعلشان نضرب بعض الأمثل أو بعض الشواهد الشعرية من القصائد المغناء على مستوى حضرموت وبعض المحافظات خلينا نأخذ مثلا في شعر المحضار لما نأخذ سياحة في شعر المحضار بنأخذ موقف من المواقف اللي كانت فيه أعصاب ومشدودة كان متنرفز يقول على عينك وعين الحاسب الواشي معاك أيوة على عينك أنا ما زلت من فوق الترية والسماء ما أعرف أكوينك لما نقرأ هذه الأبيات نعرف أنه كان متنرفز وكان فيه سورة الغضب لكن ممكن نأخذ شاهد ثاني في شعره يبان فيه أنه عصابه كانت مترخية وكان هادي وكان خايف حتى يقول رج رحم قلبي لا تظلمه وتخونه كم على هذه القلب صابر كان الله في عون لو معي قلبين بارد منهن واحد قداك مشكلة في الناس أن رضيتهم عدوك وأن عديتهم طلب ورضاك بالمناسبة هذه القصايد الشواهد مش فيه شعر المحضار نأخذ مثلا محمد سعد عبد الله عندما كان متنرفز وكانت أعصابه هايجة يقول حسك تقول أننا ما قدر على بعدك أنا أقدر أنساك وخليك فضنا وحدك وذوقك نار لا دمعك يطفيها ولا حنينك ولا سهدك أنا أقدر أنساك والله أنا أقدر أنساك لكن في حالة ثانية عندما كان محمد سعد عبد الله خايف أنه يهجره محبوبه بدأت هنا أعصابه تكون هادئة يقول هاجر يحبه على رغم الحسود ما بابا بديل خاف يرحمني ودمعي في الخدود منه تسيل والنبي يا ناس أنا ما بابا بديل ما بابا بديل ما بابا بديل هذه سياحة في الأعصاب مثل ما يرى الدكتور عبد العزيز المقالح الآن بجي للقصائد المغنى للدكتور عبد العزيز المقالح حدثنا علىها طبعا الدكتور عبد العزيز المقالح عرف عنه بأنه شاعر من رواد الشعر في المرحلة هذه المعاصرة والشعر الحديث لكن لربما نحن ما نعرف كثير من أغنيات أو من قصائد كتبها الدكتور عبد العزيز المقالح وغنيت بل أصبحنا نرددها على نطاق واسع وفاكرين أنها الكلمات هذه لشعراء غنائيين مش للدكتور عبد العزيز المقالح منها مثل صنعانية اللي غناها حمد فتحي وغناها أبو بكر سالم ضبي اليمن محلاه يا روح من يهواك حاولت أنساك لكن ما استطعت أنساك أنساك كيف وفي الحشايا هاجري مرعاك هذه قصيدة غنائها أبو بكر سالم ومشهورة ضبي اليمن لكن ما كنا عارفين أنها من كلمات الشاعر عبد العزيز المقالح وفي قصيدة برضو ثانية يقول فيها إن يحرمونا يا حبيبي الغرام ويجعل فقري لوصلك حرام فإن حبي دائما لا يلين والقلب لا يهدى ولا يستكين إلا بيوصلك يا مليح الجبين المهم أنت يا أحوام لا تفكر فتندم كلنا في الهوى دم كلنا ولا دا دم هذه الأغنية اللي لقيت انتشار واسع في العديد من الدول يعني ضبي اليمن ممكن أن نغناها أبو بكر سالم لكنها يعني يرددها اليمنيون أكتر لكن أغنية أن يحرمونا انتشرت بشكل واسع وغنىها الكثير والعديد من الفنانين ومن الحاجات اللي دائما نوقف عندها المهم أنت يا أحوام لا تصدق فتندم كلمة يا أحوام هذه اللي ما لقنا لها تفسير ممكن تفسيرها لنا يا محمد وتشرحها لنا لأنه كثير من الناس يتغنوا بها المهم أنت يا أحوام لكن مش عارفين من هذا الأحوام طبعا هي المهم أنت يا أحوام لا تفكر فتندم كلنا في الهوى دم كلنا ولا دا دم يقول الدكتور محمد عبد الغانم أنه أحوام هذه مفردة تقال للمرأة عندما تكون ذاكنة اللون سمراء لكن السمراء هذه تكون ممزوجة بحلاوة فبلاغت الدكتور عبد العزيز المقالح واطلاعه العميق في مفردات اللغة والأدب جعلته يستخدم هذه المفردة في السياق الغنائي مع أن كلمات الأغنية ميالة للشعبية أقرب منها للفصيحة يستخدم كلمة فصيحة في سياق شعبي المهم أنت يا أحوام الكل بيستغرب وطبيعي جدا لما تتسأله لكن أحوام مع إشارة إلى المرأة الجميلة اللي يكون لونها أسمر مشرب بالحلاوة نعم جميل جدا وصراحة فقد الوطن أحد عمالقة الشعر الفلسفي زي ما ذكرت وهو الدكتور عبد العزيز المقالح رحمة الله عليه وله العديد والعديد من الدواوين والشعار أيضا هو كاتب أدبي رصين وناقد رحمة الله عليه ونفعه بعلومه الجميع بإذن الله تعالى إذن وصلنا للختان أنا فقرة ما نحبة تكمل أبدا نحبة تتواصل أكثر لكن دائما محمد يعطينا بس يعني كل حلقة شويات من وقته حكايات لما سات بس بسيطة حيثنا تكون قليلة وممتعة صحيح ومفيدة نعم بالتأكيد شكرا محمد شكرا لكم وأيضا مشاهدنا ما زلنا معكم ومتواصلين في حلقاتنا هذا اليوم ولكن بعد هذا الفاصل أدنا مشاهدنا وإياكم في هذه الحلقة المستمرة من برنامج يوم جديد في حلقة مباشرة في المعدد يهل علينا فصل الشتاء وفيه تبرد الأجواء وتنتعش نسمات الليالي بزخات البرد والهواء العليل وبالمقابل تزداد في بعض الأمراض خاصة أمراض الجهاز التنفسي وغيرها لذلك خصصنا فقرتنا الطبية هذا اليوم عن الحديث عن أمراض الشتاء مع الدكتور معتز محمد اليزيدي مختص في الصحة العامة أهلا وسهلا بك يا دكتور معتز أهلا وسهلا بك يا دكتور معتز أهلا وسهلا بك يا دكتور معتز طب دكتور معتز اذكر لنا أبرز وأكثر الأمراض انتشارا في هذه الأيام الشتوية طبعا الشتاء هو بيئة منمية للفيروسات خاصة فيروسات الجهاز التنفس العلوي كثير تحصل الأطفال عندهم مشاكل دائما في موضوع الزكام والإنفلونزا رغمنا الإنفلونزا كلمة يعني شوية خطيرة أكثر شيء الزكام ونزلات البرد هذه التي نلاحظها في هذه الأيام تكثر نعم نتيجة لانقلاب الجو وطبعا الجو البارد هو جو نشط للفيروسات خاصة فيروسات الجهاز التنفس العلوي تمام تكثر في الناس اللي هم عالين الخطورة منهم الأطفال تمام المناعة لحبهم ضعيفة وإيضا كبار سن خوب 65 عام نعم أيضا لا تنسى حاجات أخرى يعني أمراض تظهر غير اللي ذكرناها مسكلة جفاف البشرة تمام لأنه الجو الجاف الخالي من الغطوبة يعمل مشكلة على طبقة الجلد فيحصل فيها جفاف وأحيانا تحصل فيها جضاعت نعم إذن دكتور معتز يعني صراحة زي ما ذكرت أنه العديد والعديد من هذه الأمراض التي تأتي من ضمنها على الجلد أيضا على فروة الراس القشرة من الأشخاص طيب ما هي الأعراض التي تظهر على المريض المصاب بأمراض الشتاء أعراض عامة كل الناس تعرفها يعني أغلب الناس يعرفونها حتى الأمهات في البيوت لاحظة نزلات البرد نعم الحمى العطاس الناس اللي عندهم جفاف دائما تحصلهم في حقته في موضوع الشفاء نعم تصل الشيقوقات في الشفاء أيضا تحصل الناس اللي عندهم دائما يعانون القشرة تزيد أكثر متى في فصل الشتاء لأنه جو جاف ومنمي الميكروبات للفيروسات والميكروبات أيضا تماما طيب دكتور أكيد هناك سلوكيات وعادات خاطئ يمارسون هالناس تكثر أو تساعد على تنامي هذه أو تكاثر هذه الأمراض وانتشارها هي بنقول في عادات نحن نعملها في الشتاء ننسى شرب الماء أول حاجة أنك فترات طويلة تشتغل وما تعرج فتنسى أنك تشرب ماء والماء مهم جدا يسمونه عامل داخلي لترطيب البشرة واحد تنين يساعد في عملية اكتمال الدورة في الكلة لكي عملية التبول تمام فتلاحظ الناس اللي ما يشربون كثير آلام دائما يجيونهم في الكلة تمام أيضا أصحاب الضغط لازم أنهم يشربون كميات واصحاب القلب برضو لأنه في دراسة تقول أنه الجلطات تزيد في هذا الموسم صحيح والحمد لله نقول أنه الشتاء عندنا يعني نحن في منطقة مدارية مش يعني عندنا هنا شتاءنا زي مثلا صيف في النرويج لو كنت في هذه المناطق أعرف إيش يحصل هناك بتعاني من مشكلة ثانية مشكلة الاكتئاب لأنه الليل يستمر عندهم ثلاثة أشهر تمام نعم فالحمد لله نحن نقول في المناطق حقنا هذا الشرق أوسطية يسمونها الشرق أرحوض البحر المتوسط يكون حتى الشتاء حقنا أليف صحيح يعني خصوصا مدينة المكلة يعني لو رحنا مناطق ثانية في اليمن أو في حضر موت بنلاقيها أكثر برودة بضبط لازم نتعرض للشمس للفترات الطويلة الواحد ينسى فالإشعاعات اللي تخرج من الشمس شوية خطيرة جدا خاصة الفوق بنفسجية والتحت الحمراء ولا تنسى أنه جلدك في فصل الشتاء يكون غير رطب وفي نفس الوقت فيه تشققات يعني الجهاز الدفاعي الأول اللي نحن نسميه الجهاز الفطري اللي يكون طبقة الجلد الأولى يسمونها الكيراتين في تشققات وهنا تكمن الخطورة وصلت المعلومة إن شاء الله وصلت إن شاء الله ليه لو نسمع دائم أنه شمس الشتاء تكون أقوى صحيح هذا صحيح عم أنه نحن أجسام الشتاء تكون أضعف لا أنت مش جسمك تكون أضعف في حاجة بأقولك في فصل الشتاء أول حاجة أنت تنسى نفسك أنك تجلس تحت الشمس فترات أطول نعم فتشعر بها حتى تشعر أنه فيه حيان حكة تحصل تمام لأنك تجلس فترات طويلة وتنسى أنك جالس فيها لأبعسك ستصيف تتوى على طول تكون لادعا 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 لتعرق هو اللي يخليك تهرب منها تمام ثاني حاجة أنه لا تنسى زي ما ذكرنا أنه الطبقة هذه الحامية لما يحصل الجفاف ويحصل فيها الشقوقات يكون جسمك عرضه لماذا؟ لحاجة اسمها إشعاعات شمسية وفي الفترات الأخيرة من التسعينات إلى الآن مسجلين المنظمة الدولية الإشعاع أنه فيه إشعاع شمسي بشكل يعني فضيع لوي نعم راجع أنت النشرات وراجع طيب دكتور طرق الوقاية تعرفنا الآن على الأمراض طرق نعم طرق الوقاية بالنسبة للأطفال أول حاجة أنه هم أكثر عرضة تقريبا نعم لأنه جهاز مناعي وكبار السن والأطفال الكبار السن الضغط والسكر برضو يعملهم مشكلة الشتاء ليش؟ لأنه يرتفع الضغط شوية تمام؟ في دراسات تقول أنه في فصل الشتاء طبعا هي دراسات ما قيمت في المكلة ولا في اليمن وقيمت في دول باردة أصلا في شمال الأوروبا وهكذا تقول أنه نسبة الجلطات تزيد في هذه الفترة تمام؟ أما عندنا هنم حد الآن ما حد نعمل دراسة في موسم الشتاء كم عدد الجلطات لكن عندنا في كثير من الناس ينسون أنفسهم من غير ما بساعة لساعات وهذا قد يكون سبب للجلطات صح هذا من المعلومات العامة الواحد لازم يعرفها أول حاجة الوقاية غسل الأيدي اللي نحن انشرنا بشكل كبير جدا في فترة كورونا مهم جدا من شان موضوع الفيروسات والقضاء عليها اثنين عندما تشعر بنفسك أنك شوية بدأ عندك الزكام أو أعراض نزلة برد فحاول تتجنب من الآخرين وخاصة الناس اللي عندهم ضعف مناعة اللي هم الأطفال طبعا الأطفال مناعتهم في الستة الشهر الأولى تكون من الأم وبعدين تبقى تضعف هو السن الحرج من خمس سنوات إلى تحت الواحد يحاول أنه إيش يحاول خطأ فترة التطعيمات تكون في هذه الفترة تمام فنحن بصدد أن نحن نأخذ هذه الوقاية كسلوك دائم غسل الأيدي عند دخولك للبيت عند استعمالك لأي حاجة في البيت أو التعامل مع أطفال تمام لأنه برضو يدك تعتبر ناقلة شوف الطفل شليته وغسلته وريحت لطفل ثاني برضو هذا تعتبر أنك ناقل تمام واحد الاثنين الحاجة المهمة جدا اللي هي إيش الموضوع ننسى أنفسنا في شرب الماء زي ما قلت صحيح لأنه جو بارد ومن حسب العطش جو بارد وللتسعر بعطش وكثير من الناس ينسى أنه يشرب ما فتظهر مشاكل في الكلية بعضهم يقول لك عندي رواسب تنشط في الكلية لأنه لا يشرب ما كثير أيضا من ضمن الحاجات الثانية لا ننسى المقويات المناعية اللي هي إيش الفواكه عندك الحمضيات عندك بعض الفيتامينات والانكملات الغدائية مثلا الآن الناس كلها تتجه لفيتامين دي في فصل الشتاء فيتامين سي يأخذونه رغم أنه موجود في البرتغال لكن برضو بزايد أنه الواحد يأخذ وقاية ويعزز جهازه المناعي جميل جدا تمام الرياضة لا ننساها وهي مهمة جدا صحيح لأنها مغملينها تقريبا أيوة وتجنب أيضا من اللي يصابوا بالعديد من الأمراض وفي الجلطات نعم صحيح إذن دكتور معتز وصلنا لإختام اللقاء ممكن نصيحة عامة تقدمها للمشاهد الكريم النصيحة العامة بالنسبة للمشاهد الكريم أنه أول حاجة للأطفال وكبار السن يحافظ عليهم أنه من موضوع يعني البردل ونخفاض درجات الحرارة خاصة في الليل ما يشعر بها الواحد يكون بداية الليل الجو لا باسبه يضطر الواحد يلص المروحة أو يلص المكيف شوية فينسى فينزل درجة الحرارة مع منتصف الليل يخل الليل وضرد المكيف يبدأ بعدين مشاكل الربو الناس اللي عندهم يعانوا من الربو الناس اللي عندهم مثلا مشكلة في التحسس والجيوب العنفية يزيد الأطفال ومشاكل الجهاز التنفس العلوي تمام أيضا لا ننسى أنه التدفئة بنسبة للطفل لما يخرج يلعب في أوقات يكون فيها الجو شوية بارد لازم تلبسه ملابس تكون لايقة بالجو هذا أما عندنا نحن في المكلة طبعا ماشي عندنا لا هدوم صيفي ولا هدوم شتوي ممكن في الوادي يكون البرد شوية أشد نعم في الوادي عندنا البرد جاف عادو يعني مش إنه برد بس وفيه جفاف يشكل مشكلة كبيرة حتى للصحاب الربو يعني ما يقدرون يتحملونه حتى ولاتو نحن الصغار كنا كانت شقوقات في الأرجو نعم شقوقات في الأرجو لتحصل لأنه الواحد ما يستخدم المرطبات من ضمن النصايح برضو أنه لازم يستخدم المرطبات إذا حس إنه جلده بدأ يجف نعم مرطبات خارجية بس بشرط أن يكون المرطب مناسب له يعني تحصل له مثلا جرى بنوع وما أعمل له تحسس لا خلاص تجنبه يأخذ البديل ما شاء الله السوق مليان بالبداية صحيح تعرف تمام ولا ينسى برضو يعزز جهاز المناعي زي ما قلنا لكم بالفواكه وخاصة الحمضيات التي تحتوي على فتمين سي أيضا السمك يحتوي على فتمين دي خاصة السمك الأبيض تمام وأيضا إذا حس إنه في مشكلة بدأت تتفاقم عنده لا يأخرها كثير يزور الطبيب السطفل عنده بدأ عنده الربو وبدأ الزرقاق فيه العادي يقول لا 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 بأعمله تبقيرا لازم يشير له لعند الأخ الصائي وأيضا صاحب الجلدية لما تبدأ شقوقات وأمور فيها يبدأ فيها يعني وضع مش طبيعي يزيد الوضع عن الحد الطبيعي لا تخليه يزيد عن الحد الطبيعي بعدين تروح تعمل من البداية صحيح أول ما تشوف الأعراض نعم على طول الناس الحمد لله الآن مثقفة من النت من الواتس أب بشكل عام خاصة في جائحة كورونا أعطت الناس معلومات كافية طبية يعني الواحد مفروض يلجأ إلى يعطي الخبز خبازه صحيح إذا في مشكلة عنده في العيون أحيانا جفاف يحصل في العيون يتجي للجو يعني خاصة يمسكون في السياكل هذا يسوق تمام ولا يعمل جوجل هذه النظارات الواقية فمشكلة عنده تحصل جفاف في العين دائما الدموع تقل عنده لأنها تجف دائما مع الهوى الجاف هذا والحركة فإذا تفاقم الموضوع وبدأ عنده أعراض عدوى في عينه أو حاجة سبحان الله لأنه قد تضربها فيروس أو بكتيريا نتيجة للجفاف فهنا لازم يروح لعند الأخصائي بدري قبل ما تتفاقم الحالة جميل جدا دكتور معتز ونشكرك على هذه النصائح القيمة اللي الكل محتاجها في فصل الشتاء وفي هذه الأيام بالتحديد يا علي أكيده لازم حتى ننبه أطفال وننبه كبار السن نحاول نكلمهم دائما يشربوا ما صحيح ممكن نحن كبارا نكون نمر بجانب البرادات فنشرب في الصغار يمر وهو يلعب يمونه يجري ما يلاحظوا بجولة برادات الشرب أو ما دكتور معتز اليزيدي مختصة صحاء العامة شاكرين توجدك معنا اليوم في يوم جديد شكرا لك إذا لازمنا متواصلين معكم في برنامج يوم جديد لكن نطلع فاصل نرجع نواصل الآن يا علي من فقرة حول العالم ننتقل عن الفقرة التفاعلية صحيح وهذا الأسبوع كان في سؤال مطروح في الحلقة وتم أكيد التفاعل من خلال مواضع التواصل الاجتماعي السؤال يقول ماذا تعني لك الذكرى الخامسة والخمسين لثورة الثلاثين من نوفمبر المجيدة وهي الذكرى والمناسبة الوطنية الخالدة نشوف في التعليقات بتعرض الآن على الشاشة هذه التعليقات نشوف أراء الناس حول السؤال اللي تم وضعه في الصفحة ونشوف تعليقاتهم أحمد الناخبي معنا الزميل أحمد الناخبي حيث قال يوم وطني خالد في ذاكرة شعبنا العظيم الذي طرد في هذا اليوم آخر جندي احتلال من العاصمة الباسي لعدن رحم الله ثوار وشهداء ثورة الرابعة عشر من أكتوبر إذن ثلاثين من أكتوبر هي امتداد لثورة الرابعة عشر من أكتوبر امتدت حتى الثلاثين من أفضل نعم يوم الجلاء ويعني يوم آخر جندي بريطاني غادر جلاء آخر جندي بريطاني على أراضي جنوب اليمن المحتلة في ثلاثين نوفمبر عام 1967 كلنا فخر بما صنعه الثوار نعم هذا تعليق أيضا جميل جدا ونشوف التعليق اللي بعده إذن جمال عبدالله الصعر يقول ذكرى عيد الاستقلال الأول يوم الجلاء الثلاثين من نوفمبر في ذكرها الخامسة والخمسين كانت ذكرى خالدة ولا زالت ولا زالت أيضا لدينا اليوم احتفلنا بالذكرى الثالثة والخمسين نعم لثلاثين من نوفمبر يوم الجلاء أو عيد اللي جلاء خلينا نقول وكل عام والوطن بألف خير وإذن الله يكون بصحة وباستقرار وتنجلي هذه الكربة الموجودة في وطنها الحروب اللي بجد يعني تعب منها الكثير والكثير من اليمنيين واللي هم يعني لا زالوا يعانون في صناتهم السابعة من هذه الحروب فنتمنى السابع عجاف والآن نحن في الثامنة نتمنى بإذن الله تعالى أن يمنى الله علينا بإنكشاف هذه الغمة التي لطالما جثمت على صدورنا والصدور الكثير وهدمت أحلام الكثير من الشباب صحيح في مدركات الاقتصاد في مدركات الفساد في أول الترتيب مدركات الفساد فنحن محتاجين لكل ينهر داخله ويحر هذا الوطن من الأفكار المشوهة والمشوهة لمدننا وقراءنا وبلادنا لكن بإذن الله سوف ننهض يا علي وسوف نكون في أعلى مراتب الدول الأكثر سعادة بإذن الله وستنزح هذه الغمة وصلنا للختام يعني ختام الحلقة كانت حلقة جميلة برفقتك عزيزي علىك حيّا كلّا تنقلنا في فقراتها من فقرات نقاشية مفيدة بتأكيد نعينا فقيدنا عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز الشاعر الكبير وختمنا بفقرة الصحية وتعرفنا على الشاب الملهم ختاما شكرا لكم ولحسن متابعتكم في هذا اليوم في هذه الحلقة ببرنامج يوم جديد إذن نشكركم على المتابعة ونشكر كل طاقم عمل يوم جديد ونشكر كل من شاهدنا في هذا اليوم ونلقاكم بإذن الله لأسبوع القادم دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر